اهلا اعزائي المشاهدين احنا موجودين في وادي القلط في الصحراء في المنطقة الجنوبية بين قرشاليم القدس واريحة في وادي كبير عميق يسمى وادي القلط وخلفه شايفين كنيسة قديمة كنيسة القديس جورج للروم الارتودوكس كان في كنايس كثيرة في الصحراء كان بيسكنها النساك الرهبان حتى يتقشفوا ويتعلموا من مدرسة الصحراء ويكونوا اقرب الى الله من خلال اختبارهم لحضور الله وهذا المكان بذكرني طبعا بكلمات يسوع انا هو خبز الحياة فالله منذ القديم بيهتم بشعبه بيهتم باولاده وبيسدد كل الاحتياجات طبعا الحياة صعبة في الصحراء للرهبان لكن مثل ما شايفين يمكن عندهم بعض الخراف او الجاج او بعض المزرعات اللي بيعتاشوا عليها وطبعا بيعتمدوا على رحمة الرب الله هو الذي يعيل ويهتم ويسدد بالاحتياجات في انجيل يحنى عندما قال يسوع انا هو خبز الحياة دايما بيتكلم عن آية الها تفسير عميق مقارنة بما حدث للشعب القديم فحتى يعني اللي سألوا يسوع المسيح قالوا اباؤنا اكلوا المن فطبعا الله اهتم في الشعب القديم كان يلتقط المن كل يوم صباح والله كان بيسدد احتياجاتهم بيبعد كمان اللحم في الصحراء حتى يعيل شعبه تقريبا اربعين سنة هذه المنطقة كمان بتذكرنا في ايام اليا النبي مقابل الاردن عند نهر كريث لانه الطقس ماطر يمكن نسمع صوت خرير المي كان بيشرب مي وطبعا الله بيبعد له الغربان يبعد له خبز ولحم كل يوم حتى يعتاش باغرب وسيلة لكن بتزديد الهي فحدث في نفس المنطقة ترجمة نانسي قنقر